التطبيع مع إسرائيل يحفر في مجرى خلق العداوات بين العرب خبر اليوم انتقادات شعبية بعد زيارة وفد مغربي مكون من حقوقيين وإعلاميين إلى إسرائيل وفي بقية الخبر قراءة في تكرار زيارات الوفود المغربية إلى الأرض المحتلة وتساؤل عن الموقف الرسمي المغربي من ارتفاع وتيرة التطبيع مع حكومة تل أبيب ألم يكن في بقية خبر جديد معكم ناسر مد أكرم دانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب دانت زيارة إعلاميين ونشطاء حقوقيين مغاربة إلى إسرائيل محذرة من منزلق خطير وانتقدت المجموعة حجم التساهل من قبل الدولة المغربية والمسؤولين فيها على كل المستويات حيال هذه الزيارات المزيد في هذا التقرير استياء مغربي وانتقادات شعبية ارتفعت وتيرتها على إثر زيارة ثالثة لوفد مغربي إلى إسرائيل في غضون أشهر معدودة الوفد المكوان من ستة حقوقيين وإعلاميين التقى بشخصيات سياسية وعسكرية ونظمت له لقاءات مع وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيسات الزيارة أدنتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب وقالت إن الأمر يبرز حجم التساهل واللا مبالات من قبل الدولة والمسؤولين فيها على المستويات كافة حيال ظاهرة التجنيد الاستخباري العلني والمباشر لعدد من وجوه التطبيع ثهاب الوفد إلى إسرائيل سبقه وفود أخرى أحدها مكون من عدد من المدرسين لحضور دورات تكوينية لتعلم آليات وأساليب تثقيف وتدريس التلاميذ المغاربة فيما يتعلق بالمنهاج الإسرائيلي وهو مؤشر على حجم التفاعل لسيما بعد تكرار الزيارات التي باتت علانية لسيما بعد رفع العلام الإسرائيلي في مدينة مراكش عند انطلاق قمة المناغ قبل أسابيع وعقب حضور أندري أوزلي المستشار الملكي لجنازة شيمون باريز وهو ما اعتبره الإسرائيليون اهتماما متزايدا من المغرب تجاه إسرائيل مراقبون قالوا إن الزيارات تكرس التطبيع مع إسرائيل وتتعداه في محاولة لخلق عداوات وهمية بين فلسطين والمغرب رغم أن الأخيرة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل لكن آخرين انتقدوا صمت الدولة حل المسألة ورأوا أن تدخلها رسميا لمعارضة الزيارات سيضع حدا لتكرارها معنا من الرباط سيد عزيز زهناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع كما نرحب بما ينضم معنا من نرام الله سيد جمال جمعة عضو اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة بي دي اس أهلا بكم أبدأ معك سيد عزيز ضجة كبيرة وردود فعل غاضبة على هذه الزيارات وهكذا نوع من هذه الزيارات خصوصا أنها لم تكن الأولى بل الثالثة خلال أشهر قليلة بداية في أي سياق تضعونها بسم الله الرحمن الرحيم أولا من مبارككم أقدم التحيات للشعب الفلسطيني ولمقاومة الشعب الفلسطيني والإسران البواسل في سجل الاحتلال ولكل المرابطات والمرابطة في مجل أقصر مبارك الذين يعانون من بطش الاحتلال والآلة الصهيونية الإرهابية العنصرية الاحتلالية هذه الزيارات وكبعضها سابقا هي ترتكب من طرف شرديمة قليلة جدا هي مبتورة من جسم الشعب المغربي الذي هو معروف كما هو معروف الصاحة العالمية والعربية وساحة الأمة أنه من أنشط الشعوب ديفان عن قاية فلسطين وتصدي عن المشروع الصهيوني هؤلاء بعض الأفراد معدودين على الأصابع دأبوا على امتهان هذه الجريمة التطبيعية واستفزاز الشعور العام للشعب المغربي ومحاولة الركوب على هذه القضية لارتزاق بها ولمحاولة الظهور بها أما الموقف الشعبي العام للأحزاب السياسية للنقبات للجمعيات الحقوقية للمفكرين للمثقفين للصحفيين الإعلاميين الموقف ومع فلسطين ضد المشروع الصهيوني ونحن كمغاربة لا نتضامن فقط مع فلسطين لأننا فلسطين وهذا أصل وواجب ولكن أيضا نحن لما نناهد التطبيع فنحن ندافع أيضا على الأمن القوم المغربي لن ننسى كمغاربة أن الحركة الصهيونية ارتكبت جريمة بحق الشعب المغربي بأن اجتثت وبطرت مكونا أساسيا من مكونا الثقافية واللغاوية والدينية في المجتمع المغربي هو المكون اليهودي في أواسط القرن العشرين ورحلتهم وزجت بهم في أتون الحركة الصهيونية ومسرع الصهيوني هناك وصار جزءا من العصاب الصهيوني الآن الحركة الصهيونية تعود من جديد عبر عملائها هؤلاء لكي تحول صهينة بعض الشباب صهينة بعض المكونات وبعض الوجوه لكي ترتكب هذه المجزرة الشعرية إذا كان الأمر هكذا سيد عزيز بدأ وكأن هناك يعني موقف رسمي غير واضح لا يؤيد ولا يحاسب فعلا نحن في مجموعة العمل الوطني ونجل فلسطين أكدنا هذا الموضوع وقفنا عليه بشكل يعني صارم وغاضب جدا أن الدولة المغربية بكل مؤسساتها وأجهزتها الدنيا والعليا وقفت وقفة أو موقفا غير مفهوم بالنسبة للشعب المغربي هؤلاء يذهبون ويناقشون موضوع الصحراء المغربية يعني موضوع حساس جدا يعني يشكل الجزء الأساسي الضامن لوحدة الوطن ووحدة الكيان المغربي وهي الوحدة الترابية وأيضا موضوع الأمازيغية كمسألة حساسة جدا مرتبطة بالوحدة المجتمعية أيضا وهي قضايا حساس للغاية هؤلاء يناقشونها على طاولة الكينيست ويدهبون بمجلاتهم وأنا أحضرت معي نموذج مجلاتهم يناقشون خبايا وأسرار القصور الملكية على طاولة الكينيست ويتحاورون مع الناتق الرسمي باسم الجيش العدو الصهيوني ويطبعون ويتناقلون معطاية حول التنوع اللغوي والديني والمذهبي هذه معلومات استخباراتية هذا اشتغال بالأمس أو أول أمس حضروا لتكوين تكوين احترافي من طرف مدير شؤون مصر والمغرب العربي في الخارجية الصهيونية هؤلاء عملاء المحرج للدولة أن العملاء في أي شعب وأي دولة يشتغلون بسرية وبكتمان إلا عندنا يشتغلون بشكل علني ويذهبون وينشعرون صورهم على فيسبوك ودوراتهم التكوينية في معاد موشي دايان في يد فاشيم في الكنيست في الخارجية الإسرائيل بشكل رسمي مع مشاشر الصهيوني نتنياه الإرهابي بشكل علني ويدخل ويخرجون من الأرض المغربية هكذا أكثر من هذا يشتغلون في أوصات الشباب المغربي في الجامعات في الثانويات وأحدهم وزعيمهم الذي علمهم السعر رئيس هذا الوفد الذي عاد أول أمس أو بالأمس سنعود معك وأستاذ بالثانوي فهذه مسؤولية الدولة يجب أن تقف ونحن في البيان المجموعة وقفنا بشدة على هذا الموضوع لأن الموضوع خطر للغاية طيب سعود معك سيد عزيز سيد جمال أيضا كيف تنظرون إلى طابع هذه الزيارات وهل تكرار هذه الزيارات أكثر من مرة ثلاث مرات في أشهر قليلة يخرجها من طابعها الفردي إلى طابعها الرسمي ربما أو هناك رضا رسمي داخل المغرب عليها كيف تنظر إليها يعني أولا بداية نحن لا نشكر في لحظة واحدة في انتماء الشعب المغربي للقضية الفلسطينية ودعمه للقضية الفلسطينية ونحن نعلم كما تفضل أخي العزيز في من المغرب أن هذا صادر عن شرذمة قليلة ولا تمثل إطلاقا ولا بقي حالم للأحوال الشعب المغربي ولن تؤثر مثل هذه الزيارات من هذه الفئة المحدودة على علاقة الشعب الفلسطيني ونظرة الشعب الفلسطيني إلى شعبنا الحبيب في المغرب على العكس تماما نحن نعلم وكما رأينا ونرى في التلفاز المظاهرات والعمل الذي يقوم الغاضب الذي يقومون به إخواننا في المغرب ضد هذا العمل والاستنكاره هي أكبر دليل على ما نقول نعم ربما يكون هذا العمل وراءه بعض الجهات الرسمية التي تشجع هذا الكلام وهذا النوع من التطبيع وهذا ما يجب أن نحاصره نحاصره جميعا كحركات شعبية في المغرب وكفلسطينيين أيضا نتكاتف ونتعاون لحصار هذا النهج لأنه نهج خطير جدا وأعتقد أن الحدف منه هو ضرب التضامن المغاربي مع الشعب الفلسطيني وهنا نستذكر الشعب الجزائري والشعب التونسي أيضا وموقفهم الصلب تجاه دعم القضايا الشعب الفلسطيني فربما تكون هذه بوابة يريدون منها ضرب هذا التضامن وإحباط القوة التي ما زالت قائمة طيب سيد جمال كيف يمكن أن هذا الدعم سيد جمال كيف يمكن أن تستفيد إسرائيل من هذه الزيارات بالطبع إسرائيل اليوم كما تعلم تشن حرب واسعة وتعتبرها حرب مصيرية على حركة المقاطعة في مختلف أنحاء العالم وهذا الكلام منذ بداية 2006 تحديدا ونصدت أكثر 120 مليون دولار من أجل ذلك وجندت كل إمكانياتها على مستوى العلاقات الخارجية والدولية وحتى وصلت إلى حد التأثير على سياسات حكومات مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومع ذلك نحن بصدت إخراج التقرير الآن حول العالم حول العام 2016 وغضية المقاطعة فشل ذريع لحكومة الاحتلال فشل ذريع غير مسبوك ونحن نعتبر أن هذه السنة أكثر سنة حصل فيها مبادرات مقاطعة أكثر من 65 مبادرة مقاطعة كبيرة على مستوى العالم ست شركات عبر القرات سحبت استثماراتها من كيان الاحتلال تم التأكيد من قبل عديد من مؤسسات حقوق الإنسان على ضرورة على حقية للشعوب في المقاطعة لأن هذا حق شخصي وحق فردي الاتحاد الأوروب يأكد على ذلك لذلك إسرائيل تحاول أن تنفذ إلى ضرب المقاطعة من باب التطبيع سواء وتحديدا في الدول العربية وتحديدا عندنا في فلسطين لأن هذا سلاح تعتبر قوي لتواجه الغرب في كيف أنتم تقاطعون والعرب والفلسطينيين يطبعون معنا وهذا أعود لك سيد عزيز هل يمكن القضايا التي قلت قبل قليل أنها تثار قضايا وطنية حساسة مغربية تثار على طاولة الكنيسة الإسرائيلي كما قلت هل يمكن أن تصبح هذه القضايا مادة للتطبيع هل يمكن لهذه الحركات الانفصالية أن تستثمر هذه الزيارات موضوع الوحدة الترابية يشكل لدى كل مغربي مغربي أمرا جوهري وجوديا ولذلك نحن في مجموعة العمل وفي هيئات أخرى أيضا وقفنا على هذا التطور الخطير واعتبرناه تطورا خطيرا في الظاهرة التطبيعية نحن انتقلنا الآن من مرحلة التطبيع العلاقات والزيارات والسياحة وبعض الصور المتقطة هنا وهناك وبعض الندوات وبعض المباريات في بعض الرياضات أو السهرات الفنية إلى مستوى أخطر وهو مستوى التجنيد والصهينة هؤلاء الآن مروا إلى مرحلة التجنيد هؤلاء لا يشتغلون فقط على قدر فلسطين هناك بالتطبيع مع العدو وطعا القدر الفلسطيني في الظهر ولكنهم بنفس أقوى وأخطر يشتغلون على النسيج الاجتماعي الوطني هنا في المغرب ونحن في المرصد المغربي لمنهض التطبيع وهو من إحدى أدرع مجموعة العمل الوطني من نجل فلسطين الاجتماعي ونستضم بآراء لا نقول تطبيعية فقط آراء صهيونية للأسف شديد أصبح بعض الشباب هنا وهناك يتبنونها ضد القضية الفلسطينية ووقفنا على بيان إحدى الجمعيات في الجنوب المغربي كيف تضامنت مع ما يسمى الشقيقة إسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني في عدوان رمضان 2014 ووقفنا على مواقف موغلة في الصهينة موغلة في هذا الوكر التطبيعي الصهيوني إلى درجة أن هؤلاء أصبحوا الآن يربطون مطالبهم بين قوسين الحقوقية والثقافية وهي بالنسبة هنا في المغرب محسومة وهي قيدة التطوير دستوريا وتشريعيا وسياسيا وعلى المستوى النسج الحزبي وهي على المستوى المكون أو التقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية وعلى المستوى المكون الثقافية على رأسها مثلا كان موذج المكون لعبريكا مكون أقلي في المجتمع الدستور المغربي في 2011 أقر هذه الأمور لكن هؤلاء يريدون الركوب على هذه المفاهيم لصاهيانتها أتحدث مثلا عن المكون لعبري هؤلاء يعتبرون أن ثاني أكبر جالية مغربية بالخارج هي في إسرائيل بعد فرنسا ويعتبرون أن المكون لعبري المذكور في الدستور المغربي الجديد هي مليون إسرائيلي من أصل المغربي هناك وعلى رأسهم رئيس أركان الحرب قادي إزنكوت وعلى رأسهم ساميت ترجمان قيد المنطقة العزكرية الجنوبية على تخم قطع غزة وعلى رأسهم وزير الداخلية الحالي في حكومة الإرهاب نتنياهو فهلاء أولئك من الجالية المغربية في الخارج هذا سؤال نحن كمجموعة عمل وكشعب مغربي لإذن الإجابة الصارمة والثابتة والمقدسة عليه أنه لا يمكن مطلقا أنه لا يمكن هؤلاء مغاربة بل سقطت عنهم مغربيتهم وأصبحوا جزءا من كيان العدو لكن بالنسبة للدولة للأسف اشتدد كما قلت وكما جاء في البيان هناك بعض الجهات في الدولة تعتبر أن الجالية المغربية في إسرائيل هي مليون إسرائيل يعني سيد عزيز وتعطيها حق التصويت يعني هل بأتقادك سيد عزيز هذه نقطة أساسية إذا أعطيها حق التصويت في الانتخابات في المغرب والاستفتاءات والمشاركة في المؤسسات النتجة واحدة أن المغرب أصبح جزءا من الكيان الصيوني وأن المغرب هو الذي يحتل القدس وأن المغرب هو الذي هدم حارة المغاربة وأن المغرب هو الذي يهوذ القدس وهذا لا يستقيم هل تقصد سيد عزيز أن هؤلاء المطبعين يستخدمون التطبيع كسلاح لهدم النسيج المغربي هذا الموضوع وقفنا عليه التطبيع اليوم أصبح بابا للخرب في المغرب بابا للخرب عدد كبير من وجوه للأسف الشديد وأنا أمازيغي من الجنوب الشرقي المغربي سأتحدث بالأمازيغية الآن نكين أمازيغي دقيق إميسن الرشيدية الجنوب الشرقي نكوني مزيغي صهيان صهيانية لا علاقة لا بي مزيغي الأمازيغ الأحرار قاوموا الاستعمار هذه رسالة إلى الأمازيغ المغرب الأمازيغ الأحرار قاوموا الاستعمار وعلى رأسهم القائد البطل زعيم حرب التحرير الشعبية المنادل الكابير المجاهد عبد الكريم الخطابي الذي أرسل المجاهدين في حرب 48 إلى فلسطين وعلى رأسهم الشهيد مصطفى قذيبر دفين جنوب المغرب الرشيدية هؤلاء استشهدوا وغيرهم على طرف فلسطين والأمازيغ ضد الاستعمار ضد الاحتلال ضد الظلم لا يمكن الأمازيغ المغاربة أن يكون جزءا من الحركة الصهيونية لا يمكن المطل الثقافي الأمازيغي أن يكون حصانة الوادة لكي تتسلل منه الحركة الصهيونية لتفتيت المنطقة في إطار الفوضى الخلاقة وزراعة الطائفية كما هي في الشرق سيد جمال إذا جئنا على سياسة خارجية للمغرب في عهد الملك محمد السادس هذه سياسة طابعها سياسة النأي بالنفس عن قضايا الصراع العربي الإسرائيلي هل لديك تفسير؟ ربما لا تدخل تريد مثل هذه الدول أن تدخل في صراعات ومواجهات مع إسرائيل باعتبار أن إسرائيل لها حلفاء في العالم وسيؤثر هذا على المغرب وستتعرض ضغوطها إلى سواء من فرنسا أو من الولايات المتحدة وغيرها ولكن هذا كما تفضل أخي الكريم قبل قليل هذا إسرائيل عامل هدم وتخريب في داخل المجتمعات العربية ولن تألو جهدا إذا استطاعت أن تضرب النسيج الاجتماعي المغاربي في دول المغرب العربي ستفعل ذلك وستفعل ذلك بجهد وإصرار متواصل ولا يهمها إذا كانت الحكومة صمتت أم لا على العكس هي تريد صمت هذه الحكومة لتستطيع أن تفعل ما تريد وهنا أنا أستغرب كيف تسمح الحكومة المغرب بالتدخل بالشؤون الداخلية للمغرب كيف تسمح للصهاينة بتدمير النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات داخل المغرب والتفرق بين فئات الشعب المغربي هذا مستهجا وهذا مطلوب من الحكومة المغربية أن توقف فورا كل هذا لأنه بالنهاية سينعكس سلبا على المغرب وسينعكس سلبا على علاقة الشعب المغربي ببعضه البعض وعلاقته بالشعوب العربية الأخرى أيضا هذا يجب أن تحمل كامل مسؤوليته الحكومة المغربية إذا ما جئنا على حجم الاشتغال بالنسبة للمطبعين فهم يعملون على أساس نشاط التعليم ومن خلال هذا ينطلقون إلى التطبيع أنتم كعضو في سكرتارية اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة هل لديكم نشاط يوازي هذا النشاط ويحد منه؟ أولا نحن نعلم وهذا ما تحاول إسرائيل عمله فلسطينيا وأيضا حتى في الدول العربية الأخرى مثل السعودية بضغط من المتحدة وغيرها تغيير المناهج تغيير الثقافة العربية التطبيع مع الأجيال القادمة مع أطفالنا من بناء من الطفولة على أن إسرائيل هي دولة صديقة وحتى التغيير في المناهج الدينية والتربوية حتى التلاعب بالقرآن الكريم لكي يتم وضع ما يريدنا وضعه في المناهج وإبعاد وإقصاء ما يريدنا وإقصاءه هذا خطير جدا والحكومات العربية تتحمل مسؤولية كبيرة جدا وهي مجرمة بهذا الخصوص إذا سمحت بذلك نحن نراقب ذلك بشكل عن كثب ولكن كيف يمكن أن يرد ذلك يعني بأي نشاط معين سيد سيد جمال كيف يمكن أن يرد هذا النشاط بنشاط آخر مضاد فضح هذا النشاط فضحه بين الشعوب العربية يعني يجب على الشعب السعودي مثلا والشعب المغرب يعني يعي تماما إلى ما يجري إلى هذه المحاولات نحن نفعل ذلك مع مدارسنا وفي مجتمعنا وهناك علاقة وثيقة ما بين حركة المقاطعة واتحاد المعلمين والمدارس بشكل مباشر ونراقب المناهج وما يتم التغيير عليها والتعديل عليها ولا نسكت على ذلك فورا نتحرك باتجاه محاربة أي محاولة من هذا القبيل وأعتقد أن على الحركات العربية أيضا أن تكون متنبهة لذلك في الوطن العربي وأعتقد أن في المغرب العربي كما سمعت الآن الموضوع خطير جدا عندما يبدأ يصل إلى أن هناك مؤسسات وجمعيات عربية بدأت تتصهين نحن نتحدث عن الصهيونية المسيحية في أمريكا وأوروبا وخطورتها أما أن نصبح نحن صهاينا كعرب وكمسلمين فهذا ما لم يكن بالحسبان ولم يكن في توقع أي أحد سيد عزيز تتحمل كما قلنا الحكومات مسؤولية ذلك سيد عزيز بالتالي هل ما تقوم به المنظمات المغربية الشعبية المستقلة المناهضة للتطبيعة هل ما تقوم به كاف من انتقاد أم أن عليها دور أكبر من ذلك طبعا في مواجهة المشروع الصهيوني هي مواجهة طويلة المدى تحتاج إلى نفس طويل إلى عمل منظم إلى استمرارية إلى مقاومة لأننا نشتغل في ظل وهذا مؤسف جدا في ظل أن الإطار العمومي الرسمي هو يتواطع مع الحركات التطبيعية وهذا كلام مسؤول أقوله هنا لأنه كيف يعقل أن يأتي مثلا رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج وهي مؤسسة دستورية وأن يقول بأنه عندنا في إسرائيل جالية مغربية ويجب أن نعتني بها ونحتضنها بالطرب الأندلسي وبالموسيقى وبالزيارات وبصلة الرحم وغيره ويأتي مثلا ناتق السابق باسم القصر الملكي ويقول بأنه مقاطعة إسرائيل ومنهض التطبيع هو عمل عبثي ويأتي مثلا مستشار أنا أقول هذا الكلام وأنا متألم جدا وأن يأتي مثلا المستشار ملكي وهو أندري أزولاي ويحضر جنازة الإرهابي أريل شمعون بيريز في هذه السنة وأن يحتضن ما يسمى برنامج على الدين لتدريس الهولوكوست للتلاميذ والأطفال المغاربة في المدارس في سنة 2009 على بعد 4 أو 5 أشهر من حرب الرصاص المصهور في 2009 الشهيرة في قطاع غزة فنحن إذا يعني هجمة تطبيعية تستغل أدوات الدولة وبالتالي نحن كمجتمع مدني نقاوم هذا الموضوع وثقتنا في شعبنا لأن الشعب المغربي نحن نبضه وهذا ليس ادعاء نبض الشارع المغربي هو المقاطعة للمشروع الصهيوني هو التصدي له هو الدعم المقاومة الفلسطينية ومن ادعى غير ذلك فهو واهم هؤلاء يريدون أن يقدموا أنفسهم للغرب وللمشروع الصهيوني وللوب الصهيوني في أمريكا بأنهم يعني أقربوا إليه وبالتالي يعني يتطلبوا منه ذلك أن يرعاه ويقدم لهم الدعم ولما لا أن يسلم لهم حتى حقوق البلد أن يكونوا جزءا من مؤسسة الدولة وأن يكون هناك استبداد ثقافي وسينمائي وتعليمي من خلال برامجكم هل تستهدفون اليهود المغاربة الذين يعتزون بمغاربيتهم أم اليهود المغاربة في إسرائيل ما هي برامجكم بالضبط نحن بالمناسبة هذا سؤال مهم جدا لأن هؤلاء المطبعين دائما يلعبون على هذا الوتر بأنه نحن كملاهدين للتطبيع وللحركة الصهيونية أننا ضد اليهود ومرضى بالكرهية وبالانقسام وبالعنصرية وشتى من أنواع الجرائم التي تلسق بنا من هؤلاء المطبعين اليهود ادمون عمران الملح الراحل المغربي الكبير وهو يهودي معروف ادمون عمران الملح حضر معنا في الملتقى الأول لمنهض التطبيع وأول من وقع إعلان الرباط في سنة 2010 في ذكرى نكبة فلسطين ادمون عمران الملح واسألهم اسأل المطبعين من يكون ادمون عمران الملح سيون أسيدون اليوم هو منصق حركة بي دي إس في المغرب وهو مغربي يهودي تقدمي أصيل مناضل جاكوب كوهين استقبلناه في مجموعة العمل الوطني مجل الفلسطين وهو كان صهيونيا في الكيان الصهيوني ورحل للكيان في الخمسينات لكنه تاب من صهيونيته وأصبح من أشرس مناهد الصهيونية في فرنسا واستقبلناه في الندوة في الرباط واعتدي عليه من طرف الصهيين في فرنسا نحن هؤلاء اليهود هم اليهود الأصلاء وغيرهم كثر لكن المغاربة كانوا يهودا أو غيرهم نحن إذا وفد الآن من المسلمين راح إلى الكيان والتقى مع خارج الإسرائيلية وتجند استخباريا كل من ذهب إلى الكيان الصهيوني كان مسلما أو يهوديا هو مساهيا ومطبع ومدان ويجب مقاطعته وفضحه ومحاصرته ولم لا تجريمه ومعاقبته المكون اليهودي المغربي في كيان الصهيوني نعتبره ويعتبره المغاربة جزءا من عصابة لأنه بالمقارنة ولا أطل عليك وعلى المشاهدين الكرام هناك مغاربة كثر في داعش أليس كذلك لماذا الدولة المغربية والقانون المغربي والسلطات المغربية والأجهزة الأمنية المغربية تعتبر هؤلاء إرهابين وهم كذلك ونحن أيضا نعتبرهم إرهابيين خارجين وواضح جدا إذا أنتم كمجموعة عمل لماذا المغاربة اللي في داعش إرهابيين والمغاربة اللي في إسرائيل مواطنين وهو مكوين عبري ولكن الآن أنتم كمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين السيد عزيز هنناوي الكاتب العام المرصد المغربي لمنهضة التطبيع للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا لك من الرباط السيد جمال جمعة عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة بي دي أس من رام الله شكرا لانضمامك أم معناهم شهده لك رام شكرا على رطيب المتابعة ولللقاء في بقية خبر جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة